اختتم قداسة البابا فرانسيز زيارته الرسولية إلى مرسيليا وكان قد جار له استقبال حاشد شارك به الآلاف من مختلف الرعاية وفي إطار الزيارة وجه الأب الأقدس كلمة قال فيها علينا نحن المؤمنين أن نكون مثاليين في الاستقبال المتبادل والأخوي حيث أن العلاقات بين المجموعات الدينية ليست تحلى في كثير من الأحياء خاصة في ظل وجود التطرف الأيديولوجي الذي يأكل الحياة الحقيقية للجماعات وأضاف قداسته لا يجعلن أحد في قلبه بغضا لقريبه لأن الذي يبغض إنسانا لا يمكنه أن يقف هادئا أمام الله لأن الله لن يصغي إلى صلاته ما دام هناك غضب في قلبه وختم الحبر الأعظم كلمته قائلا لنواجه المشاكل متحدين ولا نجعلنا الرجاء يغرق ولنشكل معا فسيفساء السلام وعلينا كذلك أن نلين قلوبنا ونجعلها حساسة لألام الآخرين وبؤسهم وأن نصلي إلى الله لكي يمنحنا روح الرحمة الذي هو روحه